النهاردة في الجول اللي جيه في نادي الزمالك حقيقة الاولاني انا شفت فرق مبين دفاع نادي الزمالك وهجومه كن مثلا فدانين ثلاثة ما خلي بالك غريبة جدا على فالك الاتنين اللي بيلعبوا في القلب واحد القعور على الرجل اللي وقع في نص الملع القعور القعور اهما هو بير حقيقة برضو انا باستغرب جدا مفيش يعني انت لسه في نص الملع ليه بترجع بظهرك لا لا بص هي هو طبعا المخرج ما عدهاش هل ان كان فيه في الاستضام في الاستضام اللي دخل احمد فتوح مع الراجل هل فاول ولا لا لان ما تعدد الاولاني هل دي فاول ولا لا لان احنا ما شفناهاش خلي بالك الفار كابتن اكيد رجع للنقطة دي لا احنا نشوف هسيبك ما الفار كداد كانت الراجل جلال جيد النهاردة راجل الحاكم هاي كل الاشتراكات اللي ليها لازمة بيحسبها اقول لك بس احنا دلوقتي طلعين نحلل اهي كابتن فاش فاول كابتن لا انت ما تشوفش دي انت تشوفها وهي على الطبيعة وهي على الطبيعة كابتن لا يا حسنا مش فاول خالص ماشي انا بقولك من البداية احنا نتشوفها عشان نحكم عليه ارجع 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 بالصورة انا بتكلمك بقى على المساحة ايوما هي بوس بوس هو كله متكل اني فتوح يا قدها وانا دلوقتي بقولك هي فاول ولا مش فاول انا بقولك من عايزين نشوفها عشان لما نطلع نحلل نقول بما يرضي ربنا خلي بالك ما فيش حد بقول في اي استوديو بما يرضي ربنا الا اين للينا ميور كل احترام لستوديوات لأهلي للا لأهلي ولا زمالك حتى منتخب مصر انت بغت بالك احنا بنقول بما يرضي ربنا بس كنا عايزين نشوف دي انهي في اللحظة دي ما تعددش تاني فاحنا ما نعرفش هل انهي فاول ولا مش فاول السبب بقى في الجن الراجل اللي الكعور ده حسنا عبد المجيز ده لما وقع هو طبعا بيرجع بضهره وقع على الراجل اللي وقع لوحده ده واخد بالك فطبعا قدم ساحل ده اني شوف بقى بقى المساحل ده ده لو رجع بضهره عادي ما كانش هيبقى الجن ده كده فطبعا المسلوسي برضو مفروض ان هو ما يبيعش نفسه بالشكل اللي هو راح فيه على محمد فاروق فالراجل حطها للرجل كان لازم يرجع بضهره سنة كمان ما يروحش يعمل نفسه ان هو روح ويرجع يا اقهر نفسه لغات محد يلحق ويالحقون ايه يالحقون ايه بص فيه اتنين جايين ايوه بقى راح بقى نفسه هو عمر جابر عمر جابر هناك مصطفى شلبي ما نعرف بس هي المشكلة ان ايه ان ده هنا بقى كتلميذة بتاعة اشف قسم وبرم يوسف الله ارحمه وربنا يديه الصحة كان يعمل لك ايه يهو ويقوم جاي راجع الخطوة دي سنة لك ما كانه كتن برضو المسلوسي صاحب العمل ايه مع انت النهاردة الراجل اللي كان بيزيع مين كتن عنده مع عندك انت الراجل جايبه من اللي هو بتاع فلسطين ده لسه عندك محمود علاء ايوه اد للناس دي احنا شفنا الناس دي هتجهزوا في ماتش ازاي ده عمال هو بقى له شهرين بيمرا وبعد ماتش الزمالك بيمرا خلي بالك هو لو مدرب ضليع سيبك بقى عشان الناس هتطلع بعد الهدف التاني في ماتش الاهلي اللي سببه المسلوسي وقت دلك ما كانش اللاعب في الحتة دي هستلعبه لعبه بكراي ما تلعبوش في الحتة دي ليه انت شفت الهدف التاني فاكره بتاع الاهلي ولا لا نفس القصة راح باع نفسه وراحت الامام ام جاي جاري وام جاي عملها الافشة حصل تمام هو برضو لو خاد الخطوة ورجع هيستلمها عادل النقمان في الهوى وفين ده في نص الملعب وعلى الطرف فاكر الهدف بالضبط ولا بيش بيش واخد بالك فانت في كرة زي دي ما تروحش إلا ما ظهرك يتأمن يا اما الراجل يقع في الوفصايت يا اما انا افضل ارجع هو من هنا محمد فاروق انا هنشوت يا فاروق نا ده لو شاته دخلت يبقى ما فيش حد كانواق بقى في الجو طيب وهو عواد يتحمل جزء كل مية في المية برضو لان دي دخلت في الدايقة بتاعته النهاردة الحارسين سبب في الجنين اللي جوم الأولانيين سواء في الزمالك او في فيوتش وقت بالك فده يسأل عنها عواد لان مفروض لو هي من فوق لا يسأل عنها لو في البعيدة لا يسأل عنها انما في الدايقة امال انت سادت الدايقة ليه يعني بسد الدايقة وما ليش دعوة بالبعيدة طيب واخد بالك جت في رجلي جت جت في باك جت جت في القائم زي الشوت التاني جت واخد بالك انما تخش بالشكل ده ما ينفع مساحات خضرة كتير او كتبني انا يا فس هذا كان النهاردة جنينة مساحات خضرة كتير يا فس ما بشوفهاش حياة في الارتوريات الأوروبية خلص طيب تسمح نطلع الفاصة كابتن ونرجع نكمل كلامنا عن مغارات مودرن فيتشر نهاردة والزمالك فوزيز امرك